وانا بتكلم مع حضراتكم من اسبوع اللي فات بعد مباراة بيرامدز كان يوم الاربع برضو كلمت وقلت لحضراتكم ان جمهور الاهلي لم يخطئ وان احنا هنا لا نبرر اي اخطاء حصلت ولكن شوف شايفين ان جمهور الاهلي لم يخطئ في مباراة بيرامدز وانا لما اضغط على الفريق الاخر بكل الطرق المباحة مرة تانية لان اتخذت في كل يعني المباحة بالطرق المباحة اللي هي بدون ما نقول الفاظ خارجة بدون ما نعمل اي حاجات تساعد على الكذا او حاجة غلط او كذا او كذا اذا الجمهور بيقوم بدوره طيب ده كلام انا بقوله عشان ده اللي تقال يعني ان انا بقول كده عشان ده انا داخل قناة الاهلي وان انا بدافع عن جمهور طبعا انا بدافع عن جمهور الاهلي مليون في المية ولكن دائما ان انا تعلمت ده جوا النادي الاهلي بالمناسبة ان انا لما اجا دافع ادافع عن الحق وليس اي شيء اخر بمعنى ان انا لو شايف ان جمهور الاهلي انتقد او شتم او عمل في المدرجات هتلاقوني بطلع او مش هتكلم عن الموضوع يعني خالص او هتكلم عنه واقول ان فيه غلط حصل كذا زي ما حصل قبل كده لكن قلت لحضراتكم ان جمهور الاهلي لم يفعل شيء جمهور الاهلي ضغط على رمضان صبحي وضغط على عبدالله السعيد وضغط على احمد فتحي وضغط على الشريف اكرامي بطرق وباغاني وحاجات لطيفة عملوها مع بعض لطيفة بالنسبة للجمهور الاهلي ولكن هي مش لطيفة بالنسبة اللي بيسمع الكلام اللي قاله جمهور الاهلي طيب فالحقيقة لقيت بعض اللي انت بتدافع عن كذا ما انت لازم تقول كده طبعا لكن الحمد لله الحمد لله اللي حصل بعد كده ايه ان تقرير مراقب المباراة تقرير مراقب المباراة مش انا اللي قلت اللي قال كده هو اتكتبت في كل المواقق انا عرفت طبعا لكن اتكتبت في كل حتة يعني مش اسلام اللي بيقول شكر جمهور النادي الاهلي او قال ان جمهور النادي الاهلي جمهور محترم والناس كتقعدة كويس بتشجع فريقها وبتضغط على الفريق الاخر بالاسليب العادية التشجيعية العادية والكلام ده كله تقرير الحكم وتقرير مراقب المباراة لم يشهد اي شيء ان جمهور النادي الاهلي كان خارج عن الاطار وبالتالي جمهور النادي الاهلي لم يخرج عن الاطار موضوع بسيط جدا جدا والحمد لله ادي اول حاجة قالت في هذا الامر تاني حاجة بعدها بيوم ولا بيومين شوفنا يعني لو كان جمهور النادي الاهلي كلام اللي قاله اللي هو عفوا وانا بضغط على رمضان وانا بضغط على احمد فتح وانا بضغط على عبدالله وانا بضغط على شريف اكرامي لو كان الكلام اللي اتقال عليهم حاجة اعتبرها البعض غلط طب ايه اللي حصل بعد كده في مباراة في مباراة تانية فرق تانية سمعتوا بودانكوا في كل الفيسبوك وكل سوشال ميديا ايه اللي حصل ده بداحنا اعتبره ايه حد يقول لي ده نعتبره ايه ولكن انا بتكلم هنا عن جمهور الاهلي جمهور الاهلي لم يخطئ بشهادة الجميع بما فيهم تقرير حكم المباراة وتقرير مراقب المباراة وبعد كده اللي حصل في بعض الفرق وهي زعلانة من فريقها يعني جمهور فريق وبيشتم هذا الفريق او بيشتم لعابين معينين في هذا الفريق شفناها ولا مش شفناش شفناها وبالتالي انا بشكر جمهور النادي الاهلي دائما شكر لجمهور النادي الاهلي دائما لانه جمهور النادي الاهلي واعي وعارف ان كويس جدا 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 ان النادي الاهلي او فريقه يحتاج الجمهور خلال الفترة اللي جاية وبالتالي انا اطالب بزيادة عدد الجمهور بعد الاحترام والوعي اللي احنا شايفينه على الاقل من جمهور انا هتكلم عن جمهور الاهلي مليش دعا بحد تاني انا بتكلم عن جمهور الاهلي اطالب بزيادة الاعداد خلال الفترة اللي جاية الفترة اللي جاية انا عندي مباراة المريخ يا مش مباراة ماشي عندي بعد كده مباراة الهلال ان شاء الله ان شاء الله احنا بعد مباراة المريخ هنقفل الكلام عن النادي الاهلي ومباراةه الافريقية وحنتكلم عن المنتخب والسنغال واللي حيحصل في السنغال وإن شاء الله ستين سبعين ألف متفرج أو خمسين ستين ألف متفرج زي ما قال السيد دكتور أشرف صبح وزير الشباب ورياضة عن هذا الأمر وقال إنه هيبقى فيه خمسين ستين ألف متفرج إن شاء الله في مباراة السنغال الأولى اللي حتبقى في مصر ويبقى فيه مسندة ودعم جماهيري كبير جدا إن شاء الله بعدها إن شاء الله إن شاء الله مصر تصل إلى كأس العالم وان شاء الله أول مباراة بعد كده ان شاء الله الأهلي والهلال إذا كانت الأمور متاحة عايزين 50-60 الأمور الأمنية والصحية متاحة عايزين 50-60 ألف برضو ده برضو رأي شخصي أنا برضو عشان محدش يقول ده رأي شخصي أنا اللي بقوله أتمنى أن أشوف كده لأنه جمهور النادي الأهلي زي ما حضراتكم شفته ساعد فريقه في مباراة بيرامدز إنه أن النادي الأهلي يفوز 3-0 فإن أنت تفوز 3-0 على فريق محترم وجيد وعنده مجموعة لعبين جيدين شيء جيد ومنافس الأول لك قبل هذه المباراة على الدوري والوحيد الفريق اللي كان لم يهزم لغاية لما النادي الأهلي يكسبه 3-0 فإذا أنت متلعب فريق جيد فجمهورك يساعدك ده الطبيعي على فكرة ده دايما اللي بنستنى من جمهور النادي الأهلي الواعي اللي عارف كويس هو بيقول إيه وإمتى وفين ترجمة نانسي قنقر